اشتركوا في القناة لكن الوضوح شمل الحديث عن إفلاس في السيولة وليس الملاءة أي صعوبة القدرة على السداد وفي الحالتين فإن لبنان مفلس من الحلول منذ زمن طويل مفلس من قول الحقيقة الصادمة أن البلد انهار تماما في صناعة سياسته واقتصاده وأمنه الداخلي الضربة التي عصفت بمنصات التواصل وصلت إلى غرف المسؤولين والشركات العربية والأجنبية التي أودعت حساباتها في بنوك لبنانية أرقام منها تتحدث عن خسائر خطيرة جدا وهو ما يؤثر سلبا على الورقة الاقتصادية اللبنانية العربية اللبنانية الأجنبية أما الخبر المتزامن مع صفة الإفلاس في بيروت هو ما جاء على لسان الأمم المتحدة بإعلانها مؤخرا إنهاء دعم الوقود للبنان الذي كان يشمل مشروع عمليات الوقود الطارئة للتخفيف من المعاناة الإضافية الناجمة عن النقص الحاد في الكهرباء والوقود الذي يؤثر على لبنان منذ عام 2021 صفاءات سريعة وقاسية على وجه لبنان السياسي والاقتصادي دون أفق واضح المعالم لإنقاذه من بركان الأزمات ترجمة نانسي قنقر